معاناة المرأة تحدثين عن معاناة المرأة الرياضية تحديداً العوائق بعد أكثر أدخل بها حقيقة بعيداً عن الماديات مجتمعين ما شاء الله داعمين وبهذه الفترة لكن أريد أن أعرف ما هي أسباب قلت نسبة الرياضة النسوية الرياضة النسوية يعني عانت معاناة سواء بالوقت السابق أو بالوقت الحالي يعني أبسط المعاناة التي تعاني من عندها أنه نظرة المجتمع للمرأة الرياضية لا زالت النظرة ضيقة يعني يجوز اليوم من يتحقق مروة أو دانة وسام ويشوفوها بالتلفزيون نعم أكو تواصل اجتماعي أكو تشجيع لها لكن البدايات سواء طالبات الإعدادية أو بالأنديا اللي هسهم باديين النظرة ضيقة جداً ليش ضيقة ما نجوشوف هسل جمع نساء كثر يعني الوضع اختلف في مناطق ما يعني أنا عندي طالبات تربية رياضية يعني من يجون أشرط عليهم مثلا يدخلون فرق رياضية تقولي ما أقدر أهلي ما يقبلون أني أسافر أهلي ما يقبلون أني أتدرب أهلي ما يقبلون أني ألعب كرة سلة أو كرة طارة فلا زالت النظرة للمرأة الرياضية ضيقة شون السبب دكتورة؟ يعني التقاليد الاجتماعية سابقاً الأهل كانوا ما يقبلون ماكوا تقاليد اجتماعية قبل كل شي كان موجود لا زالت التقاليد الاجتماعية تنظر للمرأة الرياضية نظرة ضيقة جداً فنحن نحتاج أن المرأة تتحرر أكثر نحتاج الإعلام يعطي ثقافة للرياضة النسوية نحتاج دعم أكثر بعيداً عن الرياضة النسوية نقول حتى مثلاً بالكلية أكو بعض البنات يمن دخلوا بيها الأمور الاجتماعية بأن يبطلوها طبعاً طبعاً يعني مشوفوها مديوحة أكو حالة صارت تجري يعني أنا من السرعين عندي مرأة دوري كرة سلة أو كرة طائرة داخل الكلية وأبدأ أصورهم وأنشر مثلاً المباراة على الفيس أو على موقع الكلية يجون يقولون لي دكتورة لا تضعين صورنا لأنه نعم إحنا تربية رياضية ما قبيها على مدمهنة بس كلاعبات ما يقبلون أهنة فكثير من العوائق أو العوائق أريد أغرب حالة البنية بطلت بسبب يعني متير لاستغراب حالياً عندي يعني كطالبات ما صارت عندي بس سابقاً مثلاً وياي من كن الطالبة بالكلية أنه طالبات هم صح تربية رياضية بس من دخلة بطولة مثلاً سلة أو طائرة وشافوها بالتلفزيون فاضطرت أنه تبطل شافوها أهلها وأقاربها اضطرت أنه تترك الدراسة ومجرد هي طلعت كلاعبة فهي أنا أحكي لك على السنوات السابقة الوضع الآن اختلف يعني جوز بغداد بيئتها ومناطقها تختلف عن المحافظات يعني إحنا شوي المرأة هنا متحررة أكثر لكن من تجي بس هناك أسماء مهمة بالموصل أسماء مهمة أكو أسماء مهمة أكو أسماء مهمة للرياضيات التي موجودت هناك دعم من الأهل هناك دعم من العائلة هناك عوائل عندي طالبات من ديالة ستة الوالد يدعمهم شكله فريق كرة طائرة عندي عائلة من البصرة عداعات تعرفهم الوالد والوالدة يدعموهم فهم مستمرين بالرياضة عوائل كثيرة لأب والأم يمكن إحنا أفضل مثال عندنا فاطمة سعد قوس والسهم ما زال الوالد موجود بالوسط الرياضي ودعم لها فهي قدرة تتحقق إنجازات